الترائف والغرائف ولا طائف الكاس مصر لا انا مبسوط طبعا انا موجود محددك السرجاوي الله يخبرك معصر برنامج جميل لكن لا موقف صعب جدا اه وانا حزين ما كنتش اتمنى ان اشوفه يعني من الحاجات اللي هي اللي بتبقى محزينة في الكرة المصرية اه كنت هاي بتكلمني على يعني بتقارن اه في فوضى المنتالتي ومش بس منتالتي القواعد الحاكمة للدوريات الاخرى تمام كما لو صرها بالاعتراض يعني احنا بعيد شوية كتير ومن زمان احنا لو ما كانش فيه حزم وكان فيه حاجات تتعمل من الاتحاد الكرة ومن الاندية ومن الدولة قبل بداية كل موسم الفوضى دي حجمها هيزيد هيزيد بشكل كبير وشكل مخيف فلازم يبقى فيه حد للكلام ده لازم تبقى فيه عقوبات شيدة جدة انا كنت بادرب في احدى الدول العربية فمن الملاكة العربية السعودية من اكتر من عشرين سنة وكنت بادرب في مباراة يعني مفروض ان انا كنت ماسك فريق ناشئين وفريق شباب يعني هناك كنت ماسك ثلاث فرق من زمان يعني من فترة كبيرة فمن اول بقى لسه رايح وكده فحكم السعودي بقى بعترض فمعايا مساعد جميل جدا اسمه كابتن سعود المشعان قال لي دكتور ما فيش هنا الكلام ده تتوقف على طول ممنوع انك انت تعترض على التحكيم وفعلا لقيت الموضوع ممنوع في الدوري السعودية يتم الاعتراض على يعني اتحاد الكرة هنا مانع ده حتى على مستوى النشئين ممنوع لا لاعب ولا مدرب ولا اي حاجة واذا اعترض فيه عقوبة للاعتراض اه طبعا زاد زاد اللاقوب ممكن يترحل المدرب ده ممكن يتوقف فانا حتى تعودت يعني قلت يعني ان هناك في ان انا ممكن ما اتكلمش خالص يعني ما فيش كلام ما اعترضش على التحكيم احنا هنا محتاجين ده سوز رجائي جدا لان احنا حجم مساحة الكلام والاعترضات زادت جدا لازم بقى فيه قبل بداية السيزون حاجات تتقال للاندية من الاتحاد طبعا من الاتحاد تتقال للاندية وتبقى ملزمة للعبين وان هو لو حصل حاجات زي كده هيبقى فيه عقوبات شديد جدا